أمينة خليل أمينة خليل أول ما تطلعت بالصورة كان فيه كلوز أب أنا قلت شو هايد رجعت قلت خلينا أعطيها حقا طلعت بصور تانين صراحة من بعيد الفستان ما إشبه شي في عنده هيك أطلالة مختلفة مش معودين عليها على الريد كاربت خاصة بالبلدين العربية عجبنا الفستان ولكن تافو ميمي شوي الإيطاب تعرفوها لهال في ديزيرت اسمه مورنغ صراحة طلعت شوي مثل المورنغ على الريد كاربت فهي بين أنه إي ياي وني رح روح أكتر عن ناي واللون الأبيض كان اختيار ريم مصطفى اللي اسمها كمان كان ترند ليلة افتتاح المهرجان وهي فضلت الإطلالة السيمبل بغفو؟ أنه كان عندها الجرقة تروح على فستانها الأكب بسيط مستوحيت من التسعينات ولبسته والي بقلة فياي واللون الأخضر كان عامل مشترك بين ناردين فرج ريا أبي راشد وهلدة خليفة اللي الأول مرة بتقدم فيها الحفل في نسخته الرابعة مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بالدورة الرابعة من مهرجين جونس سينماي هيلدا تانكيو هيلدا أنك أطليت بإطلالتين بتفشي لخلقي بالأناقة والرقي والجمال والألوان الحلوة طبعا اللي سعب دين إطلالتها لتنات بس فينا إلا ياي بجدارة ناردين من أحلى الفستين اللي شفتها على سجادة بالبالغونا اللون رائع قصة الفستان رائعة أنيقة عصرية ياي مارسي ياي بقو الفستان الأخضر الثاني كان لاريا أنا بعتبر من الفستين الخضر اللي كانت أقل واحد حبيته في عنده لمسة كليوباترية ما حبيته ناي وأكتر من نجمة اعتمدوا اللون الأسود منهم طارعماد رشا مهدي خدال إتريبي ومايس حمدان اللي طلت بلوك في ميكس ما بين الإجي والكلاسي مايس حمدان كيف لقيت إطلالتها؟ مايس حمدان حبيت أنه في إطلالة جريئة لابسة اللاتكس من فوق ما دايما منشوف هالنوع من الجلد على السجادة الحمرة حبيت أنها عندها كانت هالجرأة وبنفس الوقت عادة اللاتكس دايما مننسبه لإطلالة فيها إثارة ولكن إطلالتها بالذات لأنه كانت مسكرة فكانت أنيقة عصرية ففينا إلا وإطلالة زينب غريب كانت كمان جريئة خاصة من ناحية القماش زينب غريب فتحت البومبونة ولبسيها إيها ويبدو أنيها تكون كمان من نصيب مها الصغير زوجة أحمد السقى اللي تعرضت لإنتقادات كتيرة على إطلالتها اللي اختارت فيها فستام بينك مع بلاك بلايزر من كريستوفر كين أطلعت هيك قلت جاعت فتت عن كريستوفر كين تأكد طلع مظبوط مش معناتها حيالا ديزاينر أجنبي بكل بيعملوا ديزاين يعني حيكون ناجح فبفتكر هيدا من أسوأ الإطلالات اللي عملها كريستوفر كين وهي نقتها ماذا أعني؟